بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء أكتر حاجة ممكن نعمل أحتياطي للبلد دي وإحنا دايماً بنتكلم على أحتياطي والأحتياطي ده هو اللي هيفضل بالمناسبة كل الأحتياطي ممكن ما يبقاش عندنا كل الخوف منه إلا أحتياطي واحد البناء دنين وعشان كده لما بنيجي نتكلم في حلقات يوم الاتنين على يلا نبني فإحنا نتكلم على الاحتياطي الأبقى لهذا الوطن مش لهذا الوطن للإنسانية كلها النهاردة وإحنا نتكلم على بيوتنا ونتكلم على أولادنا نتكلم عن حاجة مهمة جداً 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 نفتح مع بعض ملف مهم جداً وهو ملف حساس أنا كان عندي صديق لي والكلام ده بيحصل كتير سألني على إنه هو في الحقيقة مرتبط جداً جداً واتصل بيه وكأنه عيعاية ليه سيدي؟ لأنه اكتشف إن أولاده ويع في الملف اللي إحنا نتكلم عنه النهاردة ملف النهاردة ملف مهم ومربك لكتير من الأهل وصلت لينا أسئلة كتيرة جداً جداً على رسائلنا على صفحتنا على الفيسبوك كل الخلاصة بتقول إيه؟ وكأنهم بيسألوا سؤال واحد أعمل إيه؟ إذا عرفت إن حد من أولادي بيمرسوا العدد السرية أيها زي ما أنتوا سمعتوا كده المسألة في الحقيقة تبدو إنه هو ملف بيبقى مسكوت عنه ونتكلم فيه في الدرة بس في الحقيقة في ظل التغير والتغيرات المجتمعية والتغيرات النفسية والتغيرات كمان التي تتعلق بالشخصية ما ما ينفعش إن احنا يسكت عنه فيه توعملات أسرية مختلفة مع الملف ده منع الفزع والانفعال الشديد اللي ممكن يوصلنا النتائج مش عايزينه ده الفزع الشديد ده ممكن هو الفزع اللي كان حضرة النبي تعامل معاه لما جاله الرجل بيسأله إنه هو يرخص له في الزنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلمناش إن احنا نتفزع ولا نترعب فرسول الله تكلم بهدوء في منقشة هذه المسألة ومع إن المسألة اللي كان مكيد طالبها الشاب ده أشد دراوة وأشد خطراً على المجتمع من اللي احنا بنتكلم عنه بس اللي احنا بنتكلم عنه ده جمان خطر وعنه أعرف ليه فأول طريقة بنعملها الفزع والانزعاج والانفعال الشديد فيه الاكستريم بقى الطرف التاني التجاهل التام على أمل إن الموضوع ده يكون إيه يكون حاجة كده جربها وعتعدي وعتتعالج لوحدها وفي الآخر ما بتتعالجش لكن التصرف الصحيح هو التروي والفهم التروي والفهم بيخلينا نتعامل بحكمة خاصةً في موضوع شديد الحساسية زي الأمر اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة فيه أمهات أول ما تكتشف الموضوع ده عند حد من أولادها خاصةً لو كانوا في مرحلة المراهقة بتحس شوف بقى احنا أكتر رقب ممكن تحصل عليه المرأة المصارية أو المرأة في بيئتنا إن أنا شاء عمر ضاع تربيتي راح وإيه اللي حاصل؟ تربيتها راح تهدر وخلاص أنا ابني ضاع وبتحس بينها وبين نفسها إن هي فشلت في تربيت أولادها الحقيقة لا ما أنزل الله داءًا إلا وأنزل الله دواء لا حضرت النبي بشرنا بده كل حاجة وليها حل ولما نفهم ده بهدوء وناخد بالأسباب ونطمئن ونتيقن إن المربي لأولادنا مين؟ مش إحنا إحنا بس وسيلة للتربية لكن المربي لأولادنا على الحقيقة هو المولى سبحانه وتعالى ولذلك عشان يطمننا على تربية أولادنا إذا إحنا أخذنا بالأسباب هو الرب سبحانه وتعالى وقل ربي يزدني علم يبقى الله هو المربي هو الذي يربي أولادنا وعشان كده نقدر نتعامل برشد مع مثل هذه الملفات الحساسة ليه؟ لأن إحنا عندنا مدعومين وممدودين من ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي يجعل أولادنا عرضة لممارسة العادة السرية خاصة في سن صغير المسألة بقت تنزل تحت إحنا عندنا كل الأشكال الخطر على المجتمع بقت تنزل تحت تنزل في سن صغير أنا مش عايز أقول لكم السن اللي إحنا راصدين فيها ده بس المسألة بقت خطر إن يكون الأولاد مثلا اتفتح أنهم على الملف ده من بدري شافوا مثلا حاجة فيها عري أو فيها أي حاجة أو تعرضوا لأبيوز تعرضوا لتحرش منهم وصغيرين وفي بعض الأطفال بالصدفة يتكعبلوا في حاجة زي كده وهو مش فاهم إيه اللي حصل فيكتشف الصدفة إن الموضوع ده بيعمله إثارة ويشعره بلزة فبدأ يكررها إلى أن يصل لمرحلة المراقة فبدأ يدرك الموضوع بشكل أقرب للحقيقة فيبتدي يتمادى في الموضوع ترجمة نانسي قنقر